أساسية في الزوط البريقية أقول لهم أن تكاد لا تكون هناك زائدة دودية إذا لم أشهيت برد جيداً إذا لم أشهيته جيداً أقول لهم أنه لم أشهيت زائدة وزدت لك شي حية ما شوية ثانية معنا كلهم يمتلك حمسة، تربع حولي يعني لك يا أخي هادروا منهم الزائدة هادروا ألف برد بصيروا معهم ولكن لهم لا يصير بلاهم المهم لدي ورم يصيب البريتوان أي السطوح المصلي ورم يصيب البريتوان هذا الورام بدء في البريتوان تذكروا أننا في عندنا نقاع البريتوان عشاء المجاورة هذا الورام بدء في البريتوان اسمه ميزو تليومة حقيقة المشهور لأورام الميزو تليومة هو الجن هو من؟ الجن لكن هذا الورن يصيب أيضاً منطقة البريتوال منظر مرعب جداً منظر مرعب جداً مرض التير سيئ جداً كورن إذا تشخص سواء في الجنب أو في البريتوال نيزته اليوم أكبر عليها أبعاً لوفاته لأنه أموره خالصة 60% في الجامعة و 30% في البريتوال ويصير عندي كمان في التامون لماذا؟ لأنه لدي خلايا مصرية تشبه البريتوال عوامل خطورة بشكل أي سنين أسبستوزيس تذكرون؟ نعم عمال المناجم وعمال المصانع الأترنيت ومأترنيت أي وقت؟ إذن تعرب للأسبستوز وتعرب أيضاً للإشعاع هذه عوامل خطورة للميزنت اليومة ما له أعراض ضوحية أعراضه مثل أعراض أي ورن في البطن ألم مثلاً قد يكون لأعراضي قد يكون هناك أعام بطني حبل أسايتس ألوليكسيا قهم ويتلوس تعرق ميمي فرد تخسر هالورن له ثلاث ألماط سريعية جاءت يتظاهر متساقات معاولية لأن تلاقي لما تفتح الوطن تلاقي لأمع أصبت باطون على بعضها كل الأعراض المعروض يسقع لا يمكن فصلها بينما لأمعاد أساس لها مساريخ وأستطيع أن أخرجها من بطن دون عناء هذه تلاقيها أصبت باطون أو شكل رطب شكل رطب تظهر بحبل السايتس يأتي المريض عنده حبل تأخذ له مثلاً بزل سائل حبل تعمله فاعس خلوي مثل عنده خلايا ورمية تأخذ خزعة يقول لك كل هذا ميزة في اليوم كثير سيئة أو شكل مختلط يجمع بين النوعين التشخيص يكون عادة بالإيكو يساعد السي تي والرشب تساعد الحبل أن وجد والابراسكوبي الابراسكوبي يعني تنظير البطن الاستقصائي أنا بشوف مشتعة المقاخذ من المناطق المشتبهة خزع لحتى شخص تشخيص نهائي الانذار سيئ جداً جداً العلاج حقيقة أن كل هذه العلاجات هي علاجات تنطيفية وليست علاجها شخص نور يعني إذا كان مثلاً نورا محدود في مكان معين من الجدار الميتوم كنعول جراحة أشعة المعالجة الكيموية المعالجة الحرارية المعالجة مناعية لكن كل هذه الإجراءات هي صراحة مانهة دور الميزة في اليوم أكثر أن يكون في الجنبة في الصدر يعني ويوجد أيضاً في أجل التوارد هذاك تصليل من علاقة؟ خارج 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 أكبر عليه أربعة لوفاتي خلاص نصف ممكن مئة 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 خارج مئة مئة هل تعرفوا أمبوب الاختبار؟ كأمبوب الاختبار طولها الوسطي الوسطي يعني معناته في أكثر منه في أكبر منه بكثير طولها الوسطي بين 18 سنطر أحياناً قد تجد زائدة طول دودية طولها 3 سنطر وقد تجد زائدة دودية طولها 20 سنطر الطول لا يعبر عن انتهاء يعني فقط أنا شبت عن ضريط زائدة دودية طولها 20 سنطر لا أبداً لا يعبر عن انتهاب أبداً إذا طولها الوسطي من 18 إلى 10 سنطر توجد بشكل طبيعي عند كل المرضى لذلك إذا قلت له عندك زائدة هذا كلام موجهي لك عندك إلتهاك زائدة لأنه كل ما عملها زائدة في أحداً عنده زائدة دودية الكل إذا صار فيها مرض يصبح شي اسمه إلتهاب الزائدة الدودية ويمتواجد الزائدة الدودية إذا لاحظوا الزائدة الدودية اللي هي هاي هذا مين؟ هذا الوصل الدقاقي الأعوار وهذا الأعوار هذا الأعوار وعنده هون شرائق كولونية ثلاثة تجي عندي هاي الزائدة الدودية طولها مشاهدة انها 20 إلى 10 سنطر أيضاً يهمني قطرها ما هي قطرها؟ 2 إلى 5 مل 2 إلى 5 مل طبيعي لماذا أنا حتم القطر على المحكي في التشفيص بهم القطر؟ الزائدة الدودية لها قاعدة المنطقة هي اسمها قاعدة وهي اسمها ذروة أو تب هي بيز وهي تب هي قاعدة وهي ايش؟ الذروة وهي من هون لهم وطود الزائدة الدودية قاعدة الزائدة الدودية ثابتة قاعدة الزائدة الدودية ثابتة الانه 현재 أما قمتها جodoigne الانه فتابع ونقتر قاعدة الزائدة الدودية وغالها الي ما يقولون في الالبسائل تابع الشراعة الكورونية نهاية الشراعة الكورونية هو مكان terrorists الزائدة الدودية إذا المنطقة الزائدة الزائدة إلى العبيرة هذه الزائدة الزائدة دودية ثاني الشي قاعدتها سابتة من بلتقى الشرائط الكولونية الثلاث قمتها متحركة قمتها متحركة طيب هي حق فيها اليوم الأعوال أنا بعض فوقتها ليتواجئة قرية اليوم الأصح أين توجد الزائدة في مكانها التشكحي؟ لاحظوا أسفل أسفل الوصن اللفائفي الأعوال أسفل الوصن اللفائفي الأعوال امتلك الوصن اللفائفي والأنسي الأعوال وحشي الوصن النفائفي إذا أنا حسب ما حسد أن أمتلك الأعوال امتلك الوصن الضفل الأعوال والأنسي والزادة الوحشي هذا فيما يخص الزائدة الدولية مما تتذوق الزائدة الدولية ما هو الشيلان برويها؟ الزائد الدوبية طبعا لا لها مسارقة هذه مسارقة الزائدة الدودية وطبعا نحن نعلم إنها there's the surface Sal HI فرع أمامي وفرع خلفي هو الشريان الزائد لذلك إذا سألتك من هنا تتروز زائد للشريان الزائد ولا تكثل بخوانه مجرد باديه الأعوار الخلفي أو إذا أبقى الشريان الزائد يأتي من الأعوار الخلفي إذا يوجد هناك أعوار أمامي سيأتي أعوار خلفي هكذا تتروز زائدة الدودية لاحظوا الزائدة لها مواقع عدة هاي الطاعدة شايفين هذا الشكل تكلوني صح؟ لعندها هاي الطاعدة لذلك الزائدة ممكن تكون هاي شايفين هاي رايحها الخلف هاي اشه ما بيسموها؟ ريترو سيكل خلف العوار ريترو وسيكل خلف العوار اذا ممكن ان يكون احد توضعات الزائدة طبعاً في 75 او 80% من الحالات او 90% من الحالات يعني الزائدة بتكون مثلا في حالها الطبيعي بتكون اين؟ اسفل ووحشي الوسط الدقاقي الاعوار او اللفائفي الاعوار او انسي الاعوار بهالشكل عندها هاي في 70 او 80% من الحالات لكن في عندي زائدة بتروح للخلط شايفينها؟ ريترو سيكل بذلك تروح للحوق بنفك بذلك تروح للاعلى حوق اللفائفي لذلك سنرى احنا في حالات خاصة عندما وصلنا لعراض زائدة الدولية او العراض المتساوية بالنسبة للألم البطني ناجم عن ايش؟ تخريش البريتوان بتخريش البريتوان الجداري البريتوان الجداري حساس جداً للألم حساس جداً للألم تعفوا في عندي بريتوان جداري أماني جانبي في عندي بريتوان جداري خلفي مثل الكيس كيس الكبير في البريتوان الكبير بينما خلفي المعادة كيس الصغير هذا الكيس الكبير من فوق ومن تحت وعلى الجانب كل هذا بريتوان في عندي بريتوان أيضاً حوضي بالحوق أيضاً مغطى في البريتوان نفسه كيف تخلص؟ انا متوقع يجب أن تخرج منه؟ البريتوان الجانبي البريتوان الجداري الخلفي صح؟ إذا رأيت الحوض يجب أن تخرج البريتوان الجداري الحوضي وإذا بالأمام؟ البريتوان الجداري الأمامي هل تقول لها في بعض الأعراض؟ وإذا رأيت هنا هل تخرج منه؟ هل تخرج؟ هل تخرج؟ هل تخرج؟ هل تخرج؟ الأشياء التوضح هو هذا هذا نعم وهو أسفل وأنسي الأعوار أو أسفل ووحشي وصل الدقاقي الأعواري هل تلاحظت هذا؟ هل ترون؟ أين رايحة؟ نظامي خلف الأعوار تماماً وأحياناً يكون عليها غشاء سيرروزة يسموها سيرروزة هي من هي السيرروزة؟ المصلية 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 سيرروزة المصلية 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 أو المصلية 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 في المصلية اللوزة البطنية التهاب الزايد الدودية أكيوب الحاد أكيوب الدود السادس طيب يترى فيه كرونيك؟ نعم يوجد التهاب الزايد الدودية مزمن يوجد بدون في حاد معاكو فيه مزمن إذاً يوجد هلأ أخر المحضر بحكي عنه فيه شيء يسمي التهاب الزايد الدودية مزمن المنزل الغاب الزايد الدودية كم أقول السادس عذاً يبدو السادس اكيوب فيه مزمن سيد المواقق توصيل الأسمال السادس الذراحة مالك السادس الزايد الدودية من هي؟ فيها بزايدة دولية شوفوا والله خبز يومي انها يجمس في النار جرح يعاني عشرة بالمئة من المجتمع إسمعوا هي قليلة؟ المجتمع عشرة بالمئة من المجتمع يعاني متاب زايدة دولية شغنة كويسة كل زايدة دولية بيثولة لا أعرف حمل الخمسات طبعا مولا طرف تشتغل؟ أكثر ما تصيب دائما ياتني لكل من دائما في الأمراض دائما هناك مراكمة بالعمار حكيت لكم قبل المرضى يعني قلنا مثلا عطيني مريض او صفات مريض عنده زايدة دولية بقال لي عنده مريض لديه نقص شهية صح كلامك بس عمو سبتين سنة أكيد لا، مو بس تحت لارمعين العمر المراسل من عشرة إلى خمسة وعشرين أو من عشرة إلى عشرين سنة هذا أشياء العمار أخبرني دكتور لا يوجد أحد أمر أربعين عنده زايدة نعم وستوردها قليل أنا أعد للألف أبقى أن أقول زايدة عند بليل عمر أربعين فهو فوق وسلم أخبرني هناك خمسة وعشرين سنة زايدة دودية لكن هذه الحالات نادرة جدا أنا أخبرني زايدة دودية لازم أقول أن عمره المناسب من عشرة إلى عشرين سنة تقريبا هذا هو العمر المناسب لالتهاب الزايدة الدودية أو الالتهاب الزايدة الدودية هل تصير عن الطفل عمر ثلاث سنة أو ثلاث سنتين تصير زايدة دودية لكن هل هي جائعة لقدر الشيء عائعين أبداً لا أبداً لا لذلك دائماً لازم تربط المرض بالعمر طبعاً ممكن أن تحدث في هذه المرة أنا شيفت زايدة عند خمسة وسبعين سنة إصابة البكور أشياء عمالي له معرضين لخطر دودية بس هم رأنا نحن قد تطب معاً طبعاً تشكل عملية الزايدة واحد بمئة من وجوة العمليات الجراحية لاحظوا انتهاب الزايدة الدودية لما الزايدة الدودية تنتهب تكشب في شكلها هلأ أنا شو ملاحظ عليها؟ يوافع راحتها مرارة تبيغ يسمون هذا أو أوعية الدمية نمك لماذا الانتهاب دائماً؟ يجذب الدم فبصير لاحظ في تبيغ تمام؟ أيضاً الزايدة الدودية يكبر قطرها يتوزع تضغر المعا موجودة؟ أهلاً لاً أهمني أذكر المعا بيهمني كبر القطر بيهمني كبر القطر كبر القطر، أنا قلت من شوي اثنين إلى غمسة ويقال لي هذا قطر الزايدة الدودية أما الزايدة المحصلة أكثر من 600 7, 8, 19 هذه زايدة متوزدة زايدة متوزدة ويأتي الحشومة متفيدة بالتشخيص متفيدة بالتشخيص لازم تعرفوني شغلها معلوم شان ما نساها انه يرافق التهاب الزايدة الدودية ما هو ايش يرافق وهذا الشرياء صح؟ يسوع يرافق التهاب أوعية ساد ايش معنى التهاب أوعية ساد؟ أوعية الدموية بتروي الزايدة تتخصها هاي التهاب أوعية ساد انه التهبة تتصار صار عندي باسكولادس هالأوعية هي التهبة وتخطر الدم فيها لازالك لا يشيله بس النزف عادة قليل في الزايدة بالأساس هو متخصر في الأساس هو متخصر يرافق التهاب أوعية ساد طيب ما هي أسباب التهاب الزايدة الدودية؟ ما هي التهاب الزايدة؟ ما هي الجراسيم المتوقعة التي تعمل لها التهاب زائد الزايدة الدودية؟ لا هوائية لا هوائية والشيشة كلية ما هي الزايدة الدودية؟ ما هي الزايدة الدودية؟ ما هي الزايدة الدودية؟ طبعاً هذه أحدها أسباب التالية إما بصير عندي فرط تلسج في الجرابات اللغوية أو بصير عندي سيدان المخاطية أو بيكون السبب حصاب الرازية لذلك حصاب تشكل ضمن نمعة الزايدة وتسد النمعة وتسد النمعة وأيضاً أجسام الأجرابية ما هي الزايدة الدودية؟ مثل البزر مثلاً أو بذور الخضروات البندورة، الفليفر أيضاً وأيضاً لدي الديدان الديدان ممكن تسدلي لمعة الزايدة الدودية وفي واحد بالنية يكون السبب أوراب واحد يكون كارسيوية موسى كويت حصاب المرارة حصاب المرارة كبيرة حصاب المرارة تسد للأبعاة حكاً ماذا؟ الأوراب بشكل رئيسي ثلاثة أوراب رئيسية أولاً كارسيوية ثم الأدين كارسيوية وفي شيء اسمه غير المخاطية نأخذها البلاخية موسى طبعاً لما تسدد الزايدة الدودية يتمع الضغط داخل اللوم موسى ودائماً الماء يجاري موسى 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 الانتهاء ما هي المعلومة؟ ما هي المعلومة؟ التشخيص التشخيص يعتمد تشخيص زائدة الدولية على الفحص السريع على الفحص السريع من شكل المريض وطبع من شكل المريض من شكل المريض ما هي المعلومة؟ ما هي المعلومة؟ الفحوص المخبرية والشراعية موجهة ومساعدة فقط لا ترى تحليل تحليل قرياته من خلال 5000 لأنه لا يوجد زائدة لأنه لا يوجد زائدة إذا لم ترى قرياته لأنه لا يوجد زائدة هذا الكلام محبوح ايكو حساسة 80% 90% تشخيص لكن ترى إيكو لا يوجد توزن في جدار الزائدة هذا الكلام مفهوم يعتمد تشخيص على القصة والفحص السريع إذا تشخيصها سريع تشخيص الزائدة الدولية لأنه لديك زائدة الدولية حتى يوجد تحليل طبيعي والإيكو طبيعي يعني وجود التحليل الطبيعي والإيكو الطبيعي لا ينفي التشخيص لا يوجد داعي الآن سوف نرى لماذا يوجد داعي ولكن عام المساعد مثلا يأتي إلى المريض قبل أن يوصل فعصت السريريا لديك زائدة الدولية في البلتهمة كفاح السريريا كفاح السريريا كلام بيضاء كانت مثلاً مية عالية وإيكوما وإيجابية كيف دكتور أجلها؟ أنا أكتر للعقية لا أجلها لأن الراقبة أربعة إلى ست ساعات نضعها تحت المراقبة ونرى هل هناك تطورات جديدة ستحدث؟ إذا أزداد ألم وزداد كذا ممكن أن نقوم بعمل جراحي نعم هو التأجيل ممكن أن نطيب لحالها ممكن أن نطيب لحالها إذا لم كانت زيدة لكن ممكن أن تشتب الأعراض إذا كانت زيدة أنا فاحصه، لكن فاحصه السريع يجب أن تشتبه في عروف خاصة سلم، أنا لم أأخذه، يجب أن يأخذ سبعة من عشرة حتى أقول هذا بده عملية أخذت ست من عشرة خمسة من عشرة إذا كان هذا ربما يشتبه أنه يشتبه أنه لديه التهاب زائدة دودية هذا إذا تحاليله ضمن الحدود الطبيعية وكذا، يمكن أن نأجل إلى ست ساعات عندما يشتبه طريق جديد نرجع نفحصه، نرى كيف تفحصه نرجع نقوم الكرية الميضاء، زادة الكرية الميضاء وإذا كان هذا صغير مثلاً لجراحة إذن ترجع نقوم تشخيص الزائدة الدودية فحص السليلي والفحص السليلي أساسي، يعني لا تشاهد أنا بهمني شاء الله، مثلاً تشخيصها مخبري أو تشخيصها شعاعي الفحوص المخبرية والشعاعية موجهة ومساعدة يعني عدم إيجابيتها لا ينفيه تشخيص الزائدة الدودية هل هناك شيء يحترم ما هي؟ ما هي العرب السليلي؟ ما هي العرب السليلي؟ فدرس أضرب فيه عبد الحرق العرب السليلي أول شيء أبدو ملابين ألنبطي هل ألنبطي أهل صفات خاصة؟ عادةً عادةً يبدأ في الشنسوف ويبدأ تدريجياً ثم ينزل باتجاه الحفرة الحقفية اليمنى باتجاه الحفرة الحقفية اليمنى وتركز بروح السفر الأيمان خلال 4 إلى 6 ساعة طبعاً هل أنا شوي إنا ألم الزيدة؟ ما سببه؟ تخريج؟ تأمين إتوار لكن ممكن أن يصبح حال ويكون موضع في الحقفية اليمنى يكون موضع في دود شرار معينة هدف البداية إذا يصبح حال ويكون موضع في الحقفية ما معلو؟ اختلاطات احداها نسيقها بزايدة الدودية وعندما تنسيق بزايدة الدودية وإذا تستمر موهجهم شكل كويس ينتشر التحال في كل البطن بيعمل التحال برتوال لكن صار التحال برتوال معمم صار وين من دكرة مريض؟ بسيحة، لكن برتوال كانت تخرج كانت عندي منطقة معينة تتشت التحال بزايدة الدودية تخرجت سواء برتوال أمامي سواء برتوال خلفي سواء برتوال حولي الآن كل البطن يتخرج لزايدة الدودية طبعاً هذه هي صفات خاصة يتحرض بالحركة في بلادنا نحن نحن سواء كثيراً كثيراً لأنه أنت جاء الطجاة جيت ماشي للسيارة، بقول بالسيارة شونك على الطجاة؟ يا دكتور رحمون كلما تجي السيارة روح يتطلع كلما تجي السيارة يعمل له تخريش طلع فيفا طلع فيفا هذا الماء الألم يتحرض بالحركة وأيضاً بالكف في عالم خاصة مع علامة السعارة طبعاً لما يسعوه ما يسعوه؟ كأنه حركة كأنه حركة لذلك بطنه بصير ترنج بصير كمان عنده ألب وأخع الظهر إذا شد حاله يشد البريتوار بينما زحانه حاله يرخي بيرخي شوي لذلك ويخف على السيكون تلاقي المريض ازاي ليك؟ قيب السيك عدم نتابع مضبوط ازايك؟ كأنه يدوه وبعد أن يتحرك لذلك كل ما حرك حركة يتوى حتى لو لم يتحرك الطاولة ومعلمة تقاول ثلاثة ثاني يأتي لا يتحرك طبعاً هذا الزائدة نموذجية تأكد الزائدة الأقيا هذا القياة يصبات خاصة في الزائدة وعن هذه الميئة أنه كمان مئة في المئة عادة مرة أو مرتين مرة واحدة بسيب المريض القيام ولكن سبب هذه القيامة مثلا طيب ما تنفع؟ تنفع لهم بالتعامل بالكرياس مثلا بالتعامل بالكرياس هي القيامات نافورية شديدة لا تريح المريض لا يرتاح عليها أما هذه القيامة مرة أو مرتين مرة أو مرتين القيام إذا قميتين ممكن يخطي شوية عليه والإنوركسية الأساسية هل ترون؟ 95% أكاد أجزب إذا المريض عند شهيدة جيدة ما هي زائدة دولية؟ إذا شهيدة جيدة ما هي زائدة دولية؟ إذا ألم بطني حق في يومنا قيامة وإنوركسية قهرة ما هي زائدة؟ لا 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 أعطي المريضة فقط للأعراض الرئيسية هذول الأعراض رئيسية في تهاب زائدة هذول دولية هلأ بتجيني أعراض أخرى؟ إمساك أو إسهل هلأ نحنا أنا أعطيتكم لازم معلومة كل حالات البطن الحادة شو بتسبب مرحب من البخاضر أحكينا؟ إمساك إمساك لكن في بعض الأحيان مش هي عندما إسهل كيف تمرحًا، خفف؟ لا أجل أخبر مرحب؟ لماذا؟ لا أجل أفكرة من تجيني حركتها تزيد حركة الأماء لماذا؟ كيف تأربح سهل وضع عندما تقوم بزايدة دودية تذكر الصورات و brakingها قلما كانت سأبحانها يومنا على المعالي وعلى المعالي وعلى المعالي ثم تأربح الانتهاب ويومنامسة المعالي وتأربح المتركة هذا المعروف في صمان صارت حركة هون سريعة صارت يا إيش عن بريد إسهال إذا طيب يجي لي بريد عند متياب زائل الدنيا إسهال نعم بيجي أيضا من التخريشات إلوها إذا كانت زائل الدنيا خلفية نتروسيكا سبسة روزة مثلا هذا عند التورج داري خلفية صح؟ أنا هون إيش يعني تشريح؟ أي لكي تشريح ما بكل الحال؟ الحال، أون كلية لا كليه غضل يشعروا أحدون أفوك تطلعين محمية الحالب نعم، هذا الحال إذا تخذر الله، ما يحدث معه لبريد؟ أنا هل كان أرقود؟ م必須 إرقود، إنه يصبح عنه تعهد بليد بدل سهل، ما هو سماء فرقود؟ تردد،، ترسل نوعات وليد فيه وممكن نتيجة تغريج الحالب يطلع عنده كرهية في البول لابدت قوات بالنسبة لتبعي وفكون الذي يحصل على فتحة أولادة لأن تبعي كفاة في البول وحيالك قمت برضاً البيض لديه لأنه لا تتتلك فتحة أولادة مثل احنا لان خبرة لا تتصلش راحا فترة طويلة صرنا ان انا بنبحث المريد المقيم هاي زايدة خلقية ليش؟ هلو هنالك عارف صنع عارف زايدة خلقية واحدة على ناسه انو الحارك متخرشوا فيو كرية بيضاء اذا يجي الطبيب عام يقول له ايه ما معك زايدة هذا انتهاب متاني بوليهن طنيع في عندك 30 بالبول بالاساس لا يطلع واحد عدتين كرية بيضاء هذا الطبيعي هذا فحص البول طبيعي انا بيجي عندك 30 كرية من عمل لك زايدة هدت يا بولي يا اخي انت ما بتعرك الله يوفي تركونا اياها لأمنا هذا تخريج الوزائدة خلقية مفهوم؟ طيب هم تكون ضعيفة ام هم مفهوم؟ راح نحكي بالفعص بس الصلاة عندها هي تكون ضعيفة اذا كمان ممكن اشان اشوفه الترفع الحروري ولكن بسيط يعني انو عرض اصيس يعني معظم برضى ازاي هكو دي معنو برفعهم واذا كان لديهم ترفع حروري فبيكون بسيط 38 او 30 او 30 او 30 يلوك درجة الحرارة اما بيصير ترفع حروري بالزايدة اذا صار فيه انسقال اذا ستبت صار فيه انتهاب بريتوان معمم صار بيصير هون ترفع حروري كمان مريض زايدة ممكن يصير عنده التكيكاردية مثل الروض اتهاء دعف المقصود فيه تعب عامل حتى المريض الزايدة ما بيشتهيها كله اذا شكله مثل مين؟ مدلّا مصير ومصير مصير، نوصير ومصير مصير 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 فعنش تطفئ لذلك على الأغلب مريض الزينة الدوفية بيكون زينته من دلسانة كيف قال لسانه؟ أبيان لماذا؟ لأنه لم أجد إياكم كيف تصليصة؟ ممكن يصير لدي تظاهرات أوريه وشرحناها بشكل جيد الفخص السريبي الآن هذا عراض في دائما عندي عراض وعندي علامات صح؟ صحيح العلامات التي تجدها لقد أعطي العلامات التي هي على البطري لقد أعطيني علامة وعندي علامة لا يزعر منك لا يزعر منك ما هي العراض وما هي العلامات يتلبك أحد يترى ياسين وبقرة ويجب العلامة منيحة ونحن أخي يقرأ لا يقول ما يقولك؟ بس رأي حالة قليلا إذا قلنا لهذا في الترطي حول الله يكون عراض علامة إذا قلتك سوف أصبح علامة ومهي تشكى من المريض؟ عراض ومهي تشكى من المريض إذا بسيط يمكن أن يصبح من المريض ثلاثة ونصف إذا أصبح الحرارة عابية يصبح في افتلال مثل هذا يوجد المريض وضع المريض يتحدثناها لم تفعله مستلقي على ظهره ثاني فخزينه تشكى من المريض بالنسبة لذي أول علامة ما هي ماكبورني هو الإلال والإلال تشكى من المريض تشكى من المريض تشكى من المريض غير مريض كيف تشكى من المريض أيضا كيف تشكى من المريض تشكى من المريض أو ثلثة 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 هذا اسمه مرض راجع هي سلبية لك في عندي علامة تانية اسمه روبسين صاعد روبسين صاعد الاعلامة ماكبرني اذا كانت الزائدة الدودية خلفية فتو ضعيفة ليش؟ لحتى يصير الاتهاب بطير ويخرشني بيتوان الاماني لحتى يصير عندي بتفعصوا بتاعي اخي ماكبرني موجودة ولكن ضعيفة السبب وهي عبت خرش الخلفية لا عبت خرش الاماني تخرش ها؟ كمسر ما عربي تقول صديق نضع مغلبة لكي لا تتعرضي الم بالخلف هل في الخلف يحفرة حقوة العلامة روبسين العلامة روبسين صاعد هي الم في منطقة ماكبرني ولكن وانا الضغط على نقطة مقابلها مقابل ماكبرني بالحقوة في التضغط الحفرة حقوة اليسرى يصير الالم وين بالحفرة حقوة اليسرى ما السبب؟ الغازات 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 الغاز اللي رجع مع الغازات خرش لي المنطقة مل زي دا ما عبت لعوة فبيحركها فبيعطينيه تخرج سيقص على روبسين روبسين إذا ضغط على هقوة اليسرى يعطيها في هقوة اليسرى هاي روبسين صاعد في عندي كمان شايفينها دون في صاعد اللي هي كافي يعطينا نسميها علامة السعار علامة السعار تطلب من الملدي سعون؟ طبعا الخام الشطر شميسوا علينا شميسوا علينا شميسوا علينا سعون؟ اشتر معك اللي عم وجعني عم يتخرج إذا اسمه علامة السعار في عندي علامة بسواس بسواس اللي هو بسواس الحقفية القطلية العضلة وين هيك تبتكزل الحقفية القطلية؟ عم دور عم دور الكبير صغير على المدور الصغير ما هو عملها؟ أم عطف الجزع أم عطف الجزع أم عطف؟ أم عطف الجزع أم عطف الجزع أيوة عملها عاطفة للفخز على الجزع تمام؟ لكن يا شباب بسواس عضلة أمامة وهناك عضلة أمامة ولدي عضلات مبطة الخلفي الجانب غيرها الجانبين يجمعون الجلس الإسترنال البيك إذا عضلة خلفية إذا بيتوار عليها لذلك إذا حركت البسواز مين يتحرك معي؟ البسواز خلفي لذلك البسواز علامة إيجابية في إيلة زايدة خلفي وشلون أنا بساوي معنا العامة البسواز؟ بعطف 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 وبدها ببسطها أو بدك تبسطها بقط للأسفر المهم أنك تخرج تعاكس عمل العضلة تعاكس عمل العضلة والأفضل أنك تعطف الفخذ على الجزء هي عملها عملها صحب؟ العكس أم لا؟ ببسطها لما ببسطها بهالشكل لازم يحس بألم وين؟ في الحقوقية اليمنى لأنه هذه المنطقة التي تقلمت على البسط الذي أنا تقلمت تقلم معناك وخرج مني بنتي وانا مخلفي تقلم أما اللي ما عنده مشكلة خلفية تعطف لها وتبسطها ما في شي بي شي لابلك ما في شي طيب حتى الزفرين بجي مرة هيك وهم ندفعوا ورفع الأجر كله لا أعديك لازك أعديك لازك أعديك علامة لازك للدسك أنها مجرد مني ولكن من خرج العطل أيضا إذا لم تكن إخلاق أعراض لتتغفر مني لتعفر من، حتى تخرج العطل أو لذلك حتى تنفعين لذلك هل تحتويق ألم؟ نفسي 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 أني نفسي أني بس هيك تكفيزة حتى قد ذلك فكر بها منطقية الأساس انكش تتفعل؟ تعاكس عمل العبلة تعاكس عمل العبلة لأنه رح تتوتر رح تضرط على ال فأنا لما عملها شوى العطر هلها شو تساوي انت؟ وبسطها وبسطها تحرك البريتوان خلفه بشان ايش تاخد وتعطي بشان ياخد يعطي البريتوان هل يمكن هديك فيه مقاومة يعني بيرفع اجره انت بتحاول تحاول يمكن هيك بس اشو اسمه بقط بشان ما تختلط يا ابي يعني انت في عندك علامة مثل حكايتها اسمه علامة لازك شو هي علامة لازك 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 تطلب منه يرفع مع البسط لازك تطلب منه يرفع مع البسط مع البسط يقول لك انه غسران في الان هي علامة لازك او اذا تقدر مطوية عضلية مثلا تقدر قوة الساق مثلا ترفع الوفاء تضغطوا عليها تشفشات قطوع كاملة ضعيفة لازك الاخضر انه تسمي وتبسط هاي بي يا رحي خذ العلو من الهند كامل طيب مفهومة نعم نجمي القيامة بانتحانه لا لماذا؟ لدي علامة اخرى اسمها العوما السودادية يا شباب العوما السودادية ما هي؟ العظلة لا أن أعطيك العظلة لا أعطيك الناد لا أنا إعطني العظلة التسقم السودادية لم أعطي يا شباب ترزorial تجاهت لحدها لكم القرنة لدي العظلة السودادية لدي العظلة العظلة الحود لدي شعبة عانية مظبوط?! الشعب العانية بينها السقمة السودادية من يأتي عليها؟ العضلة السودادية إذاً هاي وين؟ بالحوض إذاً هذه العلامة من؟ يزايد الحوضية هلأ من قليلاً تشريح لذلك تتذكرون لما شرناكم هاي رايحة على الحوض إذاً زايد الحوضية يتخرج البلتولان الحوضي بدي أيضاً عاكس العملاء العضلة حركها تتخرج البلتولان الحوضي يعطيني علامة إيجابية في الزائدة الحوضية إذاً هاي علامة إيجابية في الزائدة الحوضية إذاً أنا شو تساوي؟ دور نوران داخل للفخز الأيمن دوره للداخل دوره للداخل فإذا تقلب المريء معناته عنده علامة في الزائدة إيجابية وهي لبيلة أين زائدة؟ الزائدة أضف إلى ذلك في عندي أنا الجدار البطن نيبد الغزة يا شباب لا أطلع اليوم بدي أنا أطلع بزهنك نيبد الغزة جدار البطن عصبياً يتعصين بزهنين يأتي من عشرة أحكى واحدة المساحين من ستة إلى اتناشة عصاب الصدرية ستة سفلية العصاب الصدرية الستة السفلية بتعصف للمضضط طبعاً عندك فسنة لون شاب ستة سبعة ثمانة عند السرعة؟ من منطقة الخسلية؟ من منطقة الخسلية؟ من من منطقة الخسلية؟ من عشرة إلى اتناشة أو داعش إلى اتناشة لذلك بيصير عندي ما عم يتخذها شو هذه العصاب؟ بيصير عندي فرط حساسية في المنطقة يعني ما معنى فرط حساسية؟ لا، بيجي أنا أقول له المريض الفرط الحساسية اللي بصير على مثلا الحساس هو كثير مرغب بيجي يقول له بعمل له هين؟ على الينين ما هو؟ ولا أحس وهون خفيف هذا كثير فيه استثار هذا العصب متار لذلك أي لن سأله يحس فيها و يشدد أحياناً تصل مع المريض أنه لسه أنت لا يمكن من فرط الحساسية والألم أنه مجرد ما تلمسه ولمس راح يتعلن فهو ما شرد يعرفك اعتمسه بهذا المنطقة خصوصاً إذا كنت كنت طلاب مقيمين وخمس سنوات فحصوا أول شيء السنة الأولى كمسه هيت نرح الله وشاء أجي البعض الثاني يتأكد فحصوا صحة لا كمان كمسه أجد التالي بيجي لا خساب أنه باكل بديدك على الحاج هذا الحمسة كلهم عملك حاس جباري كلهم بديخبر كلهم أخري واحد شكراً إذا بصير عند المريض فرط الحساسية كيف أشخص التهاب زائد الدودية؟ كيف أشخص؟ زائد الدودية بريلاً لاحظوا باللبراطورية يستطيع في عندي الويتبت سين تلاحظ أنه مرتفع كيف خد يا شباب؟ خمس سنوات في المرضى لذلك التحليل لا ينفي؟ التشفيز طريق يكون عندهم ارتباع في الكريات البيضاء مع انحراف الصيغة نحو اليسار صحي يا نيل مع انحراف الصيغة لين؟ المتروفيل يسموها الشيف انحراف الصيغة نحو اليسار تكون متروفيل يعني متروفيل شو كون هي؟ معدلات الأحساب إذا تلاحظ نورمال ويت بلات سين منلاحظه بمير عشرة من الحلال ولازم يوجهني اذا انا عندي نورمال انو فكر في التشخيص التفريقي لا التشخيص التفريقي انو انا اذا عندي نورمال ممكن فكر في التشخيص التفريقي لذلك ان هذا اذا عندي تتراقص او بتأجل شوية العملية ايه ممكن ممكن يكون غير مصدر لما اعمل دراسات أكثر اذا عندي هايويت بلات سين اذا شفت انا مريض فحصته فحصه زائدة وعندي كولات بيضاء اكبر من عشرين شو معنها؟ هذا ممسوكل يقترح انو صار في عندي تنخر وانسقاب اذا ايوة زائدة دودية مثلا عشرة يدى عشرة عالف اتناعشة عالف كولات بيضاء اذا كانت مرتفعة مصادر عشرينين هذا بالنسبة لفحص البول يعني ممكن تشوف بفحص البول انه ممكننا نلاقي كريات مثلا بيضاء اما اذا لقيت دم اذا احصات حالب اذا انا لقيت دموية لازم تفكر التشريج التطريقية وحصات الحالب انا في عندي الحالب في عليك ثلاثة وضيوقات صح؟ وين هو تضيوق؟ اول حالب ثالث تضيوق هل مكان هذا مكاني؟ حصار مكان الزيادة الدولية صراحة تشريحيا انا انا شكنا نزكر حصوها تحت كان نوعي حقوية اذا اذا كانت الحصار هنا تعطي نفس الأعراض نفس الأعراض الزيادة الدولية ألم لكن هنا انا شكرا فوق هماتيوية بلاده موية لازالك لازم تفكر بالستور تبع؟ كميا الالتراسود ماذا يفيد في الايكو؟ اول شي يا شباب يسبب الايكو بوضع ايكو له تقريبا نوعي من البعوبات فيه بروب يسموه كوبكس يعني منحن هذا البعوب وهذا الالتراسود حشو يعني اذا ابحث عن الكلية ابحث عن كبب وكذا تشوّم الالتراسود الحشو وفي نوع آخر اسمه الهينا خطي سطحي هذا يكون تردده عالي هذا يشوه الهينا اقل العنقل بالزائدة الدودية الالتراسود الحشو يكون تردده عالي وهذا يبحث عن اشياء اقل العنقل تمام؟ يسموه ايكو سطحي اول شي انا بعرف افتح بالزائدة الدودية صح؟ اذا نشوف انا اول شي ودنة في الجدار لا كبير كبير اكبر من ستة اكبر من ستة ملي متر ملي متر اذا اكبر من ستة او اكبر من سبعة ملي متر حتى صحيح صباح اكبر من سبعة بالإيكو ايضا شوف ايضا بالإيكو اخنا الجدار انا شوف في رمعة في جدار وجدار توزل ممكن يكون في قصر اذا صاروا دوائر فوق بعضها ما هذا دوائر هاي بسموها؟ انتم الشراب هاي تعرفوها؟ هدف هدف اكبر عليكم مثلا اول شي بلي عروة معاوية غير بضغوطة الاساس العروة المعاوية بالإيكو ضغط عليها نمعة صح؟ اذا كان العروة معاوية لزامية هلان احنا رأينا ان الزائدة كورو نضامر اما الزائدة بضغط عليها في مليكو لا تنضغط لأن المعاوية متوترة اذا اول شي بل عروة معاوية غير بضغوطة غطرها مثلا تماما اذا معناته عم يوجهني إلى ماذا؟ بضغط عليها صح؟ يعني عندما يصور في الاشياء ما يقول انه التهاب زائده دي بس بيصف وصف ايوه بيصف لك بيقلك وبيقلك بقى الرابط مع السريرية انت بقى شوف سريرية ما بيحط عرقب في شيء سريرية إلا زكان يعني عم يتفهما بيقلك عروة معاوية انا شايف انت بطالب منه بيقلك ايكو بطر مثلا للحفرة الحفقة الهدفية اليوم نبيل غوب السطحي لماذا معانته انت عم توجه الويل وبروب سطحي فروح فرها ضمن في اتنين يختلفوا عليها اذا بدهت زائدة يبحث لك عنها كلها غير مشهادة او والله انا شوفها عروة معاوية غير مضغوطة قطرها مثلا سبعة مينة تسعة ميلي عشرة ميلي التعاش ميلي تبدي علامة الهدفة كمان عم يقلي زائدة تفاهم يا اخي تفاهم زائدة والله تفاهم 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 الغلاف تفاهم الغلاف لانه كمان هي عرامة داخلة تفاهم بالقلب على الوصف تفاهم 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 counsel تفاهم مرر طبعاً تشكله حاجة. بدك تعرف شو بدك من الإيكو. شانك كمان يعرفوا شو بحسلك. طيب بل كي راح صور لك يا بلدروب العبيد. قلت له إيكو بطن هيك لحاله. راح صوره باشا بزيدي. ما بيشو بزيلي بلدروب العبيد. أما لما انت عم تقول له إيكو بطن من البروب السطحي. ما عانتو بيفهم انه بدك زيدي. طيب بيسوي لك إيكو بطن عام. لكن بيركز لك اين؟ على الزيدي الدودية. مرحباً. بفيدني الاستقصاءات وخصوصاً إيكو. عند النساء أكثر من الجانب. لماذا؟ لتشغيل التفريقية. لدي تشغيل التفريقية كثيراً عند النساء. اللي هي الرحمة والمحفقة. اللي بتعطي ريبها الأعواضها. لنرى الحملة الهاجم. الكيسات المفتولة. الكيسات المفجورة. الكيسات المعريض الموجودة. كما هي تشغيل التفريقية. يعني إذا ذكر ما طلبت له إيكو مشكلة. لكن لا ننسى حقيقة الآن لازم تقول لأيكم. لازم تقول لأيكم. لازم تقول لأيكم ببادر الاستقصاء. لكي تنفي التشغيل التفريقية الأخرى. لكي يساعدك على تمييز التشغيل التفريقية الأخرى. طبعاً أكثر ما يستخدم. ماذا يساعدك علي المتع sweaters؟ مع المتعصائية ونط começ Japan يُنطل. لاجتنا للأطفال والحوامير. مع الأطفال ونطلع السفرين. وبعدها أطفال ولنطلعب النطلين. انت أنه أ Limited. تنسيقها بالحشل الوقت كيف تنسيقها بالحشل الوقت تشخيص تفريقي هذا واحد شغلة ثانية حسنوك مصير تزادرية ماذا تنسيقها لا لا تشخيص تفريقي الزائدة كثيرا 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 انتفاق بطلا المبارحة تطرب وظيفة الافلال الآن من الشوي الزائدة الدودية ممكن تنسيقها بحصاب رازية فانا ممكن شوف الحصاب ولكنها قليلة قليلة عشرة الى خمسة عشر من الحالات لكن ممكن ايضا ممكن الحقنة البالهم إلينا البالهم إلينا اذا كانت الزائدة الضبيعية لازم يعبي اللمعة تبع الزائدة إذا كانت ملتهدة سردة فلا يعبي اللمعة ما بشوف اللمعة ما بشوف اللمعة ما بشوف اللمعة فإذا يكون في عندي لكن ما حدا بيطلما الصراحة استقصائي كثير مقيف كثير مقيف الايكو البطن أفضل وحساسيته هل ترى؟ ايكو البطن؟ سنسبة ديشاء؟ بالياد الخبيرة طبعتوا؟ بالياد الخبيرة مشكلة في الايكو يا شباب ما هي؟ أنا اجتقصاء شخصي لان انت عم تقل تقرير لان ما في حدا بيطلما وانا شوف اللمعة ما بشوف اللمعة ما بشوف اللمعة ما بشوف اللمعة في واحد ما عرفتها بالياد الخبيرة لذلك حساس ونوعي بنياد الخبيرة شايفين؟ الاسكال 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 هو اكبر من 90% ايكو ممتاز في تشخيز الزائد الدولية لكن بلياد الخبيرة الخبيرة السيت اسكال طبعا السيت اسكال كبير مريض كبير مريض يتطرق الاخرين يتطرق الدكتور كبير مريض كل ما بيجي مريض يساعد حساسيته عالية 90% اوه لكن الامين بحتفظ فيه بحتفظ فيه ايوه بالضبط تماما لأعمار كبيرة حالات مختلطة كذا بحتفظ في الطبع اذا مع او افكت تشخيص اوه واضح بالنسبة لي اعمار كبيرة قبل ما انسى كل زائدة دولية عند عمر اكبر من 40 سنة حط في بالك ورم العوار نعم حط في بالك ايه اورار انا اهلا من الشيء حكينا الاعمار من 10-25 من 10-20 هذا مناسب اما صار 40 50 سنة عنده قلم بشماء الم الزائدة وحفها الطبيعيه نوره في صنك ايجابي اذا لازم شك في بالورد لانه مشكلة اذا انا فتحت عزادة طبعية وطلع الجراعة تقتلت مليون درجة جباري لكن اذا انا لا اضعه في الصورة بصدقصي في صورة في صورة انظروا انظروا الموضوع الموضوع المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بشكل صديق المترجم للقناة الحالات خاصة في عندي حالات خاصة زيدي هذه الحاكين عاية حالات عاملة النساء الحوامل الرحم يا شباب شو هم يكون تطوره الرحم ممكن يوصل للرياضة في نهايتي حمد صح؟ بالأشهر الثلاثة الأول ممكن يكون الرحم حوضي بعدها بيسبلش يطلع بالحوض بطي بعدها تصير سنطيع أو سنطيع كل اسروع سنطيع ايوه تشد يوصل ايوه تشد يوصل ايوه تشد ثلاثة الأولى أعراض الحامل مماثل لغير الحامل تمام؟ لكن عندما يصل الى الشهر الخامس الرحم يطلع صار عند السرع فبتفش معهم مين؟ كلهم الأعوة الأعوة المعروف يسحبين معهم؟ حكيتكم على زيد العليسار؟ ايوه حكيتم ايوه ها؟ 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 ها طفل من هي صغير ايوه تشد يوصل اتطلاب الأعوة باليسار وين صارت الزايدة؟ باليسار؟ انه تلحقه إذلك عندما هندهش لفوق تلحقه كمان إذلك منلاحظ انه يبدأ الراحة لدفع الأعوة والزيدة نحو الأعلى يصبحان متوضعين في نعيت براق العيمة إذلك بجيتم أحس المريضة وين كون ما تبورني عند هاي شابي؟ تحفظ العيات وين مور في؟ لا، انت لازم تعرف اسمك حقيقي انه هاي مرأة حامة وعراضها كلها على البطني وقهام وكذا ومالو عراقه في الطعام الديس الماء بيشتهي هداك بيأكل بيساوي مرارة إذلك لازم تفكر انه عندها حالة خاصة إنه إذلك نقطة ما تبورني يكون عند الحوالي بعد شهر خامس سلبية بيجي سواء من الانتعام وعطوه نقطة ما تبوري إيجابية يا الله ما تبورني صح؟ ايه يا يا بي طبيتك حامل كيف انه مرور جواعي؟ حامل حامل يعني والله العظيم فئة سلبية يعني مبيل لك أنا أعمل لك دائما حامل شهر خامس ما معنا توضع عن فوق يا أخي الدنيا العالمي يعني ما تبورني سلبية بس هي بديها منك تعرفها جيبها في المدهان ما بيعرفوها في مثلها كثير يا بي ومساينة في كثير مثلها في كثير مثلها طبين على اليوم أيضا في عندي الأطفال أيضا على خاصة ليش على خاصة مشكلة يا شباب عند الأطفال ما بيعرفي إيه يعني أنا بطني وحفا عقوا في يومنا ومضض ومضض راجع لذلك صراحة أن معظم الأطفال بتاعك عمر الخمس سنوات بيجوا بسقار زيادة دولية ما بتشخص لحالتين سقر ليش حالتين سقر؟ لأنه بصير عبده فطن جراحي بصير يسكي وبيبكي بكون طبيب الأطفال عمي عاجوا يوم اثنين ثلاثة لأن الولد مات تراح بعده صار أخفطني وبيبكي يحروا على الجراع بحطني اندعبطهم لأي حجرة جاءت بسكي لأنه يا أخي عايزايدة ومسقوبة الله لا يوفقون يا أخي وانا لو جيني أنا بيعرف تقسم بداية ليش؟ لأن الولد ما عنده عشي سموك ما بيعرف عشي سموك العرض السليلي وكذا وتحط له إيه وشي صار ما بيعرف عنه غير لذلك معلم الزوائد عند الأطفال تأتي بالكومبريكيشن مختلطة يعني كنتي زادة بودية ومن ثابت الملتقبات لحتى تشخصها عجزوا مع أطاقة السمراضية دقيقة كثرة الشكاية هضمية عند الأطفال كل شكاية هضمية كانت تقوله زادة والله العظيم السفر الدفع معينتين عطول يلا عند الأطفال ترجي راحة مصيبة إذا غالبا ما يتظهر تترفع حرم ليش؟ لأنه صارت الزخبت وقياءة لذلك نسبة الاختلافات عند الأطفال تنهزة 50% تصير صعود في تعخر التشخيص طبعا أفضل استخصائي يساعدني على تشخيص عند الأطفال مين؟ حساس ونوعي تذكروا حساسيته عالية نوعيته عالية الحوامل كمان شو؟ الحوامل سي تي بصير لا تشعر كمان مفاة في التعنخة صحيز زادة الدودية سي تي بفيك فيها حوامل ليش استخدامه ما أقول؟ ما أقول؟ المسلمين أيضا الآخر تشخيصنا عند أطراف عمر صغار ونكبار كبير بصير عقله مطلق مناقب كمان مستير ضعيفه المسلمين تكسر لصير ضعيفة ما يتجاوى ما تجاوى؟ ما تجاوى؟ فكما ما بتشيخصها تلتين سقط كل الهنم نشوي نحن بريد مستعمل فرط حساسية وين؟ بالأعصار لهذا الأساس الأعصار عندهم مضروبة أيضا شابهم المرضى المتبطون بناعين أو المعالجين بالكركزور أو المعالجين كمان هذول المرضى بيكون لهم وضع خاص بيكون لهم وضع خاص هاي حكينا فيها أيضا لازم تنتبه إذا كانت مرأة متزوجة وعندها عرفتش مرأة زين الدولياز تطلب لها؟ حمل هاجب لا تطلب لها حمل حمل شكل الحمل الهاجب شكل الحمل لازم تنفيذ لازم؟ تنفيذ أيضا إذا طابعي الأمر مثلا خصوصا عند النساء يكرا زائدة الميزاجة أو المور كيف بدها عملية فممكن أن يعمل أيش؟ لا برسكم تشخيصي وعلاجي تشوفوا بعين الزائدة التي تبعنا وبشيرها أو كيس المبيض وحصلها إذا تشخص وبعارف بنفس اللحظة من خلال لبرستو تنظير البطن لا، Legislation iberate تشخيص التفريقي وتشخيص لا. تشخيص التفريقي Store تبعر تشخيص تحتوي 1956 أول شيء أن تكون العقد المساريقية الحال لكنني أعتقد العقد المساريكي أول شيء أعطينا أول شيء أن ننطق أفضل مثل هذا النار مفترطة أو لا يتم من عشح لكن إذا أجل المريض أنا أترشح على قرار فترة وما أن تقول أنه ليس لقد ترشح إذا كان مرشح أحط في جاني أنه ممكن أن يكون عنده بديها العقد المساريقية عندها عقد مسائقية عند فتح البطن ولاحظة زائدة طبيعية ولكن العقد المبهوية بضخمة هلقى 16 كمية من الزواد المفتأسرة عند النساء طبيعية ولازم تكون هي يعني اذا انت جراح كل زوادك اللي عم تشتغلها ملتهبة انت مرق زوايل ملتهبة بس مرق حاس عليها ومثقبت لذلك لانه في تشخص تفيغي كيف يتبحص المريض يطلع كله على علامات وعرضه اخذ سبع من عشرة مرة تشتغله اشتغل زايدة تطلع عند النساء اخرون تطلع طبيعية افضل ما تتركها وبتنزقوا ليش لانه النساء عندهم اخصاء عندهم بوقين واذا سقبت فرغتها في التوار وسيكون ساقط اذا تسقط البوقين شبسي لاندون عقب وهي مصيبة ما بتنحل زايدة تستغل لاندون عقب نعم اذا فتحت بطن ممكن اذا انت مرتاح يعني ان مريضكك مصعفي اذا عقب لاندون يشتغل لاندون عقب اذا انت فتحت مثلا على حالة بالداء اعم بساطر جراحة بالداء ممكن تشتغل لاندون عقب مثلاً نفترض فتح مرض مصعافي للمريض عنده ينزل بالكبد ومطحار لأنه فقط مثل ذكروا الجروح نظيفة ونظيفة وملوسة فقط خطأ السبيل هل ما حدث؟ ملوسة لا نظيفة وملوسة نظيفة وملوسة هناك جراسيم نقصه مع جراسيم مثلاً عادوا لحالها بكفتي إذاً التياب العقد المساريقية التياب المعدة والمعالحاد يمكنك التواصل السل المنتظر في كل كده المتقبة الحالة مجموعة انسيقاب الطح العقدي انسيقاب السل التياب المتوج انسيقاب الصراطنا العهر إذاً ان كانت بدينا وبركة التشغيل التفريقية اعتقد على العمر والجنس والعالة السريرية كمان كان الرشح يقول له التياف القطبة السريقية ايضا التهاب الحوضة والكلية في عندي فنفريت هرخش اللاين كمان اللي بتسبب على الامتام بليار سينيا الحملة الهاجر وفي تركيز مبيل ابراض الحوضة الالتهابية كلها بتشكل خسار مغالي ممكن انتسخاب جونانتك اضراف انتسخاب جونانتك اعتقد اضراف انا مريضة عندي فى منتصام دورة حكويل الى Declaration مين في 14 يوم سيكون دورتها 10 يوم وماذا هي دورتها 30؟ تنقص من مجمع للدورة 16 يوم إذاً الإبادة تحدث قبل نهاية الدورة 15 يوم قبل نهايتها رو الله هل سبع الماضي حك عليها الدكتور في 14 يوم يعني ما يضع دورتها 35 يوم يوم تصير عندها الإبادة؟ وماذا؟ وماذا؟ نعم ولكن لدورتها 8 ناشنية على جارة العادل والدورة 9 يوم هذا الغرب الأعام عندهم فالنزال يقولك سواء أنك قصر 11 وواء أنك إربع عشر تطلب 14 في يوم 14 لكن الإبادة تحدث قبل نهاية الدورة 14 يوم فالنزال يجب أن تصير عندما يضع الدورة أن هذا ما هي الآن في مرحلة الإبادة مثل في مرحلة الإبادة في جار دويب جاريب بقرار وشوية ساعة الحب يخريش المبريتوان يعطي عراب تشبه عراب الزايدة الدودية ولكن بيكون فاحصها يعني المياد يتأخذها ستة من عشرة مثلا سبعة من عشرة غليك إذا بنصوا الدورة ممكن تسكن هذه الأرة واحدة دي كلهم ننسترويدا إذا ألم يبغضا نبوحي هذه أما زايدة الدودية بيشكلها أربا خمس ساعة لأرجع وشتب الألاث الأختلاطات يتحدث عن الانتقاف والترتفع فيه الكوريت البيضاء وهو ترفع حلوي ومن شاهده هذا عن صغار السن أطراف العمر عند الصغار والكبير وعند السكريين والمضاعفين مناعيا كلنا هؤلاء يكون عندهم اختلاطات ما هي أسباب؟ ما هي الأسباب اللي بتأديها الزيقار؟ الزايد الدولية شايفي ريسك فاكتور أوف الانتقاف الانتقاف في عندي إيش؟ التحسين إذا المريض اللي عنده حصابه غازية المريض اللي عنده حصابه غازية هذا مؤهد للسكار أكتر من المريض اللي عنده الكهات فقط المريض اللي عنده مين؟ ديايبيت سبيليتس اللي عنده تصبيت مناعي أطراف العمر الزايدة الحوضية اللي عنده جراحة سابقة على الحوف اللي بيستر عنده الزيقار الحرارة تصيل عالية والوقت تصيل عالية ممكن أيضا يصير عندي خراج زائدي مكان الزايد بضيء إذا سيتم أن تصبح الزايدة من كراحة ومكان الزايدة لنحن أحسس الزايدة ليش أنا بسرعة مع حشة كذلك ممكن أن أطلب أسفجل الخراج أطلاع ممكن استيل عنده الانتهاء برتواء المعامل في انسيقار في انسيقار في انسيقار بالزايدة انتانات الجروح عندما اخذنا الجروح تذكروا إذا الجروح النظيفة الملوثة بصير اسبتل انتان فيها مساشا 3-9% إذا تعف إذا تدوح الزايدة لا يخيط تجميعها لا لا تخيط تجميعها لماذا؟ أنه دعمه كثير كثير ما سمحت للناس بكرة بيانتك بصير خرام إذا تخيطوا خليلوا ينزل شوي اخي إذا بدلتها بتعصروا قبل ما يساوي إذا دعمتك تجميعها تجميعها بالزايدة ما يصير تجميعها 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 يكون عالية ممكن تحتاج تضعه فجر طبعا ممكن حتى يصير عندي ناسور برازي في قاعدة الزايدة الدولية قاعدة الزايدة الدولية و تنخرى و تجميعها تتعامل معها فتذكره النواسير و تصير عندي نورزات نواسير من الجوحة الزايدة بعد يوم اثنين خمسة سابعة عامريض يتضل في أنه دائما يتصور تصوره في استولاء جرام و يتصور مع العرار إذن هذا نصور الدوحل حكينا بالنواسية أعتقد أيضا ممكن تسبب الإنسلاد مع التياب الزايدة التوبية في عندي شيء اسمه الدرع الزايد الدرع الزايدة هو عبارة دائما عندما أسأل الدرع الدرع الأمعاء الدقيقة يجب التصق في الزايدة يجب التصق في الزايدة يجب التصق في الزايدة عند وعرات زايدة من 14-15 يوم تبحث بطنو أو صارت درع لكن الدرع يعني فيه كتلة الجسد عندها كتلة يحق فيها اليوم قصته سريرية وعمره مناسب صار عندها بدرع زايدة صار عندك شيء اسمه إجت المعاء الدنيا وحاولت زايدة وما خلت للتهاب ينتشف فهذا يعاج محافظة بداية لبين ما ينتشف ممكن تتركه خلاص ما فيه أي داعي قديما كان يقولوا عارجوا شهر ونصف بعد ادخل شيء بالزايدة لأخير اثبطها تركه خلصين أورام الزايدة الدودية ندرت الحدوث ولكن موجودة أكتر شيء ما يفهمني كرسينون الدول نادراً ما يتظاهر كرسينون الدول نادراً ما يتظاهر كرسينون الدولية بأنه يكون مفز نادراً ما يكون مفز كرسينون الدولية كافي استقصار الزايدة أما إذا كانت أكبر من 2 سنتي فبدأ تشيل مع الجراحة مع العوة تشيل مع العوة ايضاً عندي أورام الزايدة الدولية في عندي لأدراً كرسينون الدولية بيصير مثل باقي الكولوم في عندي قيلة المخاطية وكتر ما بصير قيلة المخاطية وايمة فالاستقصال جيد كافي أنا استقصت على ممكن تجي زايدة الدولية صائر مثل حويصة عبارة عكاً مسائل الزايدة الدولية منتفخة بشكل شديد ضمنها مخاط ضمنها إفراز شديد للمخاط ممكن تجي كمان هيقيلة مخاطية إذا تجراح ماشاً تتراك لها في زمور ممكن تجي زمور هذا يمو بشكل هيقيلة مخاطية لازم تستاصلها جراحياً طبعاً سيكون أورام حدية نهاية عبد الشراحة لا تكون عشوة